موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بعد ما أكملنا الشرح المثاودي كومبلي سوف نعمل واحد الأمور الذي جمع لنا جميع الأمور التي كنا شرحناهم وشرحناهم في الدرس سوف نذهب إلى أسابة بعد أسابة لكي كل شيء يفهم إن شاء الله نبدأ الأمور لسكемон couchه يزال أعفرت لذلك ممتich مت11 وكذ稱 الإرهاد إلى السكتوب vedوا ل provider أعفرت لذلك فکر لذلك ولا نفس السوق bands السبب ولا ترتد لديك تلو موهما يستعي نحصل على صفيقه في المتابع الهدياء إذاً بالنسبة للمتابعه فأنا نعضي هذا الترابع في موهما من الفئرين وهذا الدائع هو المال وهذا الدائع هو قالوا لنا أنه 100 valors يعني هذه المعلومات جد مهمة نأخذها بعي الاعتبار وقالوا لنا أنه من بعد هذه الماتير K نضيف لها الماتير L فلاتولي B وثما نحصل على البردوء ديالنا R لسبب ردوء V أبتوني en même temps ربريزانة 1 sur 5 دي توناج دي البردوء البردوء principال R فابريكي إذن المعلومات التانية اللي قالوا لنا على السبب ردوء V أننا كنحصلوا عليه في نفس الوقت فاش كنحصلوا على البردوء R وأنه هاد سوبردوء هذا كيمتلنا 1.5 من التوناج ديال البردوء principال R لتوطال دي شارج بار ناتير كليزاشر إلي variation دي ستوك سليف أ 151.100 دان ستوطال فگر 800.000 دي رام 480.000 الشيما اللي كتلخص فيها لإيجزيخسيس ديالك يعني ما تخدمش لإيجزيخسيس فلا كونتابلية تياناليتيك من غير ما تدير الشيما لإيجزيخسيس ديالك وتلخص فيه مجموعة من المعلومات لأنه فلا كونتابلية تياناليتيك كيكون عندنا للمعلومات كتار وكتخصنا واحد طريقة باش نخدمو هاد هاد لزا الفرماشن هادو ومن نساوش أي معلومة إدن غاد نديرو واحد شيما مبسطة لإيجزيخسيس ديالك أولا عندنا للماتير برمير وعدنا لاتولي A أتولي B لبرودو بالنسبة للماتير برمير فقالوا لنا أنهم كنينجوش ديلماتير برمير عندنا للماتير برمير كا وعدنا للماتير برمير L بالنسبة للماتير برمير قالوا لنا أنها كتمشي لاتولي A وثم فاش كتفقد جوج في المياه من البوات ديالها اللي كيمتل لنا ديشي وهذا الديشي هادا أرى قالوا لنا سان فالور يعني هاد هي المعلومة اللي عاطينا عليها أبخي ذاك الشي اللي بقال لنا من الماتير برمير من بعد ما تنديرو لها التخيط من كيمشي لاتولي B بالنسبة للماتير برمير L فهي ديركتما كتمشي لاتولي B وقالوا لنا في الآن فالإنформation على أنه للماتير برمير كاليفقد جوج في المياه من اللي ديشي كنزيد عليها للماتير برمير L في لاتولي B وكنحصل على جوج دياللي برودي أو لا على البرودي R وعلى السوبرودي V وعطونا معلومة لأنه السوبرودي V كيمتل لنا واحدة لخمسة ديال الطناج ديال البرودي R يعني هذي الشي ما تلخص لنا لإكسرسيس ديالنا وكتسهل علينا وجمع علينا فيه جاعة لزا انفورماسيون باش غدي نبقى خدامين في التمرين ديالنا والشي ما ضروري أنه تبقى عندنا غدي نخدمو بها على طول ديال الإكسرسيس نكملو لزا الفورماسيون اللي عطينا في الإكسرسيس بالنسبة التابلة ديال ريپartيسيون ديال شارج اندريك عطينا لنا لها تشكلا دا بالنسبة السكشيون أكسيليار كاللقاو لادمينيسترسيون انترتين ترانسبور وبنسبة السكشيون برانسيبال كاللقاو لابروفيزيون ما أتولي A أتولي B ديستريبيسيون والملاحظة اللي غدي تبالينا على أنه ما عطيناش التوتال ديال لتوتو دو ريپartيسيون برامير وما عطيناش شحل هو المنتان ديال ديستريبيسيون يعني حسنا نقلبو على شحل هو المنتان ديال ديستريبيسيون أبري اللي عطينا عطينا السكشيون برامير مارس يعني غي تضح لنا بأنه الإنسابة بالنسبة الكوانتابيليتي أناليتيك نخدموه في مارس بالنسبة للماتيغ قالوا لنا أنه السكشيون ديالها هو 25 ألف كيلو وكل كيلو يدير 0.06 بالنسبة للماتيغ ال السكشيون في المارس هو 12 ألف كيلو كل كيلو 1.3 وثماني للماتيغ 8500 كيلو بو 41005 وهنا نردو البال أننا ما نخطأوش بالنسبة للماتيغ الماتيغ ولماتيغ L عطينا شحل من كيلو وعطينا كل كيلو شحل كيذير بالنسبة للماتيغ فعطينا أن نوعدنا في 8500 كيلو وهال 8500 كيلو المنتان دياله هو 41005 يعني ما عطينا للماتيغ بمعنى أنه في الاناليتيغ ليس بالضرورة دائما أنك تلقى للماتيغ أحيانا يعطيك للماتيغ وأحيانا يعطيك المنتان جنرال ديال 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 بالنسبة للماتيغ بمعنى ما عندناش في الستوك في البرمي مارس لذنكور فلاتولية أ قيمة ديال هاد لذنكور هدو هما 2175 در وبنسبة الستوك 30 يام مارس للماتيغ ك لذنكور 10,000 ك للماتيغ L 14,000 ك للماتيغ R 8,000 ك سو 1900 ك لذنكور بالنسبة للماتيغ ب 3375 ودائما نرد البال لأنه في الكنتابي لدينا دائما يكون لدينا البياج لذنكور لتفادوهم إلا لاحظوا معي أنه في الإجرس ديالنا فنكور للماتيغ أ رأى في البرمية مارس إلا قيمة ديالهم في البرمية إذا نرد البال على أنه هاد لزنكور فلو برمير مرس دير لاتولي ا و هاد لزنكور هادو راه دير لاتولي بي أبخي عاطينا لزشة اللي درتهم لانتحبخيز لما تيغه خمسة تشتر ألف كيلو كرام كل كيلو بجوش فاصيلة تنشتر درهم لما تيغه ال ها جسرين ألف كيلو كرام كل كيلو بواحد فاصيلة خمسة وتسعين درهم ما ننساش على أنه ستبقى خاصكم تبقى تحبسوا الفيديو باش تكتبوا هاد لزنكور هادو و تبقى خدامين معايا التمرين و يكون واضح كل أخطره اشنا هي لانفورماشيون اللي استعملنا طبعا كل أخطره غنستعمل واحد الانفورماشيون إلا و غادي نحدز لكم من انجبناها ولكن خاصكم تكتبوا ليكزرسيس باش يبقى واضح نكملو الانفورماشيون اللي اعطينا بالنسبة اللي فانت قالوا لنا انه البرودوية ايغ تبعت فيه 40 ألف كيلو كل كيلو بثمانية درهم البرودوية في تبعت منه 6 ألف كيلو كرام كل كيلو بخمسة درهم البرودوية الكسام تنسبة اللي اعيز م beef 3 ألف كيلو كرام بنسبة اللي اعيز مبتغ 뽑 غنستعمل لا يأتي بها بالتعامل فلا توليه A يعملون ١٤٠ ساعة وكل ساعة نحسبها فلا توليه A بنصف ١٥ درهام بالنسبة للاتجبي تستهلك فيها ٥٤٠ ساعة وكل ساعة تكلفنا ٢٠ درهام بعد أعطينا بعض المعلومات اللي هما جد مهمين قالوا لنا لفريا دي فيكويياشن ديشي سيلف أدو دي رام لو كيلوغر إذن كنا احنا يشفنا على أنه الماتير بخيميركا أنه في ديشي ديالها كنحسبوها بجوش في المئة يعني يعطينا قالوا لنا على أنه جوش في المئة هما ديشي والسان فالور لكن هنا يزادنا معلومة أخرى اللي خصنا نزيدها في الشيما على أنه فاش كان بغيو نديرو لفاش كان بغيو نخرجو ذاك الديشي سواء من اللي نتخذ بخيزة ولا من اللي توليه كي كلفنا جوش درهن كل الكيلو يعني هذه معلومة ضروري أننا نرددليها البال ونزيدوها في الشيما ، لقد أقال ل الشيما لقد أعطينا جوزة بالفاتر بخيزة درائم معلومة من خلاله على أننا نرددوها بالفاتر في الشيما لقد أصابتكم في فاتردين لقد أحنا توفتنا الطريقة باش غاد نحسبو لو كودو بروديكسيون ديال سو بروديويفي اللي كنحسبوه انطلاقا من البريدفوند و كنبيعوه بخمسات دراهم و قالو لنا على انه المارج بنيفيسيه عشراف لمية كنحسبوها على حساب البريدفوند و بالنسبة للدستريبيسيون كنحسبوها بصفر فاصيلة 20 بالنسبة لكيلوغرم حيت قالو لنا 0.20 ديغام بار لكيلوغرم ادن هدو ديزانفرماشيون لخصنا نفهموهم قبل ما نبدو لكزيرسيس دينا اپره زدونا من لومات خرين قالو لنا لسوخته سان إيواليوه selon لاميطود دي كميب فان دي پيريود و كميب و لاميطود لخرين باش كان ديرو لavalوريزاشيون ديالستقراج نهوم و كميب كتعني لو كو موين ينطير پنديري و هنأيا اعطينا انو هاد لاميطود هدي فان دي پيريود لما فهم شهد لاميطود هدي ارجع للكور فردي يلقاها شرحة المعلومة التانية هي بحربية لثم قانيطودين و اندقائي قلية لكه سيئلسيين رابطه المعلومة تكون ellهانيطودين رابطه المعلومة تكون رابطه المعلومة تكون شهد لكيب فقط اولاً جلولينا 3. تقوم بداية الثانقلة في الإكزام أو في إكزارسيس أنه يعطيك جميع هاد الكيستيون كله لأنه ممكن في الإكزام ديالك غتلقى واحد الكيستيون الكيستيون هو كالكولي لغيزولتات آناليتيك غلوبا يعني فاش تقرنت الإكزارسيس ديالك خاصك تكون عارف عشناه ما لازي طاب مناش غادي يدوز لأنه فاش كيعطيك هاد الكيستيون هادو كلهم هرا كيكونوك ها مساعدة باش ما ما تخطأش في الإكزامن ديالك ولا في الإكزارسيس ديالك ولكن على العموم ما كيتعطوش جميع الأسئلة بهات الطريقة هادي نكملو الإكزارسيس ديالنا نبدو أولا قالوا لينا كالكولي للشارج اندريكت دولا كونتابيليتي آناليتيك ديكسبلواتاتشيون نعلى أنه ما عطيناش المونطن ديال ديال ديستريبيسيون وما عطيناش التوتال إذا خصنا نحسبو باش نلقاو هاد جوج ديال لزيليمان أولا باش نحسبو هادلي الشارج اندريكت غادي ننخدبو بهاد الانفورميسيون اللي عاطينا في الأول قالوا لنا على أنه التوتال ديال للشارج دولا كونتابيليتي جينيغال هما مية وواحد وخمسين الف ومية وعلى أنه ثمانالاف درهم كتنتلينا لدوتاسيون نون انكوربو رابب وبنسبة للا ريمنراسيون تيوريك ديال الكابيطال اللي هو ربعمية وثمانين الف لطو ديالو هو خمسة في المية بالنسبة اللهم وحنا يا كنا شفنا على أنه القاعدة باش كنحسبو لشارج اندريكت دولا كونتابيليتي آناليتيك ديكسبلواتاتشيون كتساوي لشارج دولا كونتابيليتي جينيغال ناقص لمن دفر ديريكت ناقص لشارج نون انكوربو رابل زائد لشارج سيبليتيف ادن بالنسبة للشارج دولا كونتابيليتي جينيغال فعاطينهم لنا على أنهم هما مية وواحد وخمسين الف ومية وبنسبة لمن دفر ديريكت عاطيننا فلزانفورماشيون على أنه لمن دفر ديريكت اتوليزي بالنسبة لاتولية ا ميتين واربعين ساعة بخمسة تشتر درهم واتولية بي خمسمية واربعين ساعة بعشرين درهم ادن باش نحسبها غاد نديرو ميتين واربعين ساعة نضربها في خمسة تش زائد خمسمية واربعين نضربها في عشرين واللي غاد يتعطينا ربعة تشتر الف واربعمية ادن غاد نديرو لها ناقص ربعة تشتر الف واربعمية بالنسبة للشارج ادن غاد نديرو ناقص ربعة تشتر الف واربعمية بالنسبة للشارج ادن غاد ناقص ربعة تشتر الف واربعمية بالنسبة للشارج ادن غاد ناقص ربعة تشتر الف واربعمية بالنسبة للشارج نقص على 12 واللي غاد نعطينا مية وثلاثين الف وسبعمية ادن بالنسبة للشارج سيكون لدينا هو مية وثلاثين الف وسبعمية ودابا خسنا نحسبو وكيفاش غاد نلقاوه مية وثلاثين الف وسبعمية ناقص سبع الاف وميتين ناقص نقص منها ستشتر الف ومية ونقص منها الفين وثلتمية ونقص كذلك خمسة تشتر الف وستمية ربعة لف وستمية وثلاثين وسبعمين الف ومية ولي غاد نعطينا تشتر الف وثمينمية ادن بهكا غاد نكونو حسبنا للشارج اندريكت دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلواتاتيون ورقينا شحالو والمانطان ديال ديال ديستريبيشيون من بعد السؤال التاني قالوا لينا كمبلتي تلو تابلو دو ريبارتشيان ديالشارج اندريكت يعني غسنا نحسبو هاد تابلو وكنعرفو على انه وفاش كنبغيو نحسبو هاد تابلو هذا خاصنا اولا نحددو القيمة ديال الزليمون اللي كيكون عدنا في سكسيون اوكسيليا وبالنسبة لهذا الامور هادو اولا غاد نحددو لادمينسترسيون لادمينسترسيون شحال كتساوي غتساوي سبع الف ومتين زائد الف وثمينمية اوهد غاد نديرو لادمينسترسيون شحال كتساوي سبع الف ومتين زائد الف وثمينمية ولي كتساوي تسع الاف وبالنسبة للانترتين شحال غاد يتساوي غتساوي ستشتر الف ومية زائد عشرة في المية ديال الادمينسترسيون زائد عشترين في المية ديال ترانسبور إذن سنكتب العلاقة لأنه ستساوي 16100 زائد 10% ديال الادمينيستراشيون زائد 20% ديال ترانسبور أبخي إذن الترانسبور نحسبوه إشحال ستساوي 2300 زائد 10% ديال الادمينيستراشيون زائد واحد ديال الادمينيستراشيون وكنلاحظوا على أنه هنا يعطينا 10% وكننا قلنا أنه قبل من اللي كنت شرحت لكم الكور على أنه دائما خاص هذا النسب يكونوا كيساوي 100% ولحسبنا هنا 10% زائد 10% هي 20 20% هي 40 60 80 100 يعني هنا يعطينا 100% ولكن هنا يعطينا أرقام يعني يعطينا جوج 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 واحد وهنا 1800 إذن هادو رهل أمام الشوزي لا لقيتوهم في شي إكزيغسي سراء واحد كتنتلينا 10% جوج كتنتلينا 20% ولحسبناها جوج زائد جوج هي 4 على جوج 6 على جوج 8 على واحد هي 9 وهنا يعني بقيت لنا يعني هنا قلنا تسعود يعني 90% بقى لنا 10% إذن ما أعطينا شو ما 10% ولكن أعطينا القيمة لديك 10% شحالية 1800 إذن كنفهموا على أنه 1800 راهها كتنتلينا 10% إذن كنما قلنا الترنسبور غادي يساوي 1800 ويتricting في حد ألو3 200eraldangs على كراب المإداميستراسيون أو كتنتقى kill فهم وانتنظر أطينا إلى الاطقى لك ل Plaixo كل شي يفهم إذن لدمنسترسيون قلنا على أنها تساوي 9000 درهم بالنسبة للانتخوتين سنجيو الانتخوتين هنا ونعوضه في هذه الانتخوتين إذن سنضربه 10% نضربه في هذه 9000 يعني هذه سنعوضها ستقول لدينا هي 900 ونززدوها على 16100 ستقول لدينا لانتخوتين تساوي 17000 زائد 20% للترانسبور وبالنسبة للترانسبور كذلك سنعوض helped with administration بتساعة آلاف إذن ستقول لدينا 2300 زائد 900 زائد 1% الأنتخوتين ترانسبور ترانسبور يساوي 3200 زائد 1% الأنتخوتين سيجل لمرحلة التعويض يعني أنه كنلاحظ أنه في العلاقة ضد نجوش ديال المجاهل بالنسبة للعلاقة اولا عند نجوش ديال المجاهل اللي هم الانتخوتين treaty وكذلك بالنسبة للعلاقة التانية عند نجوش ديال المجاهل ترانسبور إنتخوتين يعني باش نحل هاد العلاقة هدي ضروري اننا نعوضو فحدة فيه يعني غادي ناخدو هنه يالترانسبور ونعوضوه بالقيمة دياله ب3200 زائد 20% ديال لان تخوتين إذن لان تخوتين غاي ساوي 17000 زائد 20% عامل هاد القيمة ديالترانسبور عامل 3200 زائد 20% ديال لان تخوتين ونقوم بالنسبة للترانسبور سيقوم بعمل 3200 زائد 12% عامل لانتخوتين وانتخوتين سيقوم بعمل 17000 زائد 1220% للترانسبور هي هذه يعني سنكمل التبسيط ومن بعد غلقه لأنه لانتخوتين سيقوم بعمل 9000 لانتخوتين سيقوم بعمل 18000 ترانسبور سيقوم بعمل 5000 سنكمل دابا لكزيخ سيص وهاد الطابل هذا ارى ها لماذا هو هادا نيت قدرت هنا يا جوج باش نشوفوا الطريقة باش نخدموا هادالكلي دوري بارتسيون اذا اولا غدينجوا لادمينسترسيون لادمينسترسيون لدينا فيها 9000 غدينجوا الهنايا لادمينسترسيون ونشوفوا بالنسبة لزيليمون فين عدنا ونشوفوا فين كيتتقاطعوا يعني كيتتقاطعوا في هادالخناها هدي هنا غدينجوا ناقص 9000 ثم سنبدأ سنخدموا بهذا كليدو غير بارتسيون بالنسبة لانتخطي عدنا 10% اذا غدينديرو 9000 درهم مضربة في 10% واللي غدينتعطينا 900 بالنسبة للترانسبور كذلك عطينا 10% اذا غدينتكون 9000 درهم مضربة في 10% واللي غدينتعطينا 900 بالنسبة للبروفيزيون والاتولي ا والاتولي ب والديستريبيسيون عطينا النسبة هي 20% اذا غدينديرو 9000 درهم مضربة في 20% واللي غدينتعطينا 1800 اذا 1800 غدينتعطينا وغدينتعطينا في وكذلك في الدستريبيسيون الانتراتيان الانتراتيان حسبنا وغلقنا على انه 18000 درهم اذا غدينجيول هنا وغدينشوفو فين كي تتقاطع مع الانتراتيان اللي عنا في الزيليمان اذا انتراتيان انتراتيان اذا هنا غدينكتبو ناقص 18000 درهم اذا غديننخدمو على حساب الكليدو غير بارتيسيون وقلنا على انه هاد واحد راهو 20% جوج راهو 20% ينسي دي سويد اذا بالنسبة للترانسبور هنا راهو 20% اذا غدينديرو 18000 مضربة في 20% واللي قد عطينا 1800 بالنسبة للبروفيزيون كلهم 20% اذا غدينديرو 18000 مضربة في 20% واللي قد عطينا 3600 اذا هادو غدينديرو بالنسبة للبروفيزيون او 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 ب دي سويد كلهم تكون فيهم 3600 ابقى يبقى لنا الترانسبور بالنسبة للترانسبور كنا القينا على انه القيمة ديالها هي 5000 درهم اذا غدينديرو اذا غدينديرو اذا غدينديرو اذا غدينديرو ناقص 5000 درهم اذا بالنسبة للترانسبور اعطينا 20% اذا غدينديرو 5000 مضربة في 20% واللي قد عطينا 1000 درهم وبالنسبة للتولي ا عطينا 40% كذلك بالنسبة للتولي بي عطينا 40% اذا غدينديرو 5000 مضربة في 40% واللي قد عطينا 2000 درهم بالنسبة للتولي ا وبالنسبة للتولي بي فاشكن بغيو نحسبو لتو دوغي بارتسيون سوكوندير فضروري خرجو لنا صفر إلا ما خرجوش لنا صفر فهذا كي اكد على أنه عندنا شي خطأ يعني مليك ألقوا صفر فهذا كيعني أنه مدرنا الشي خطأ في الطابلو دوغي بارتسيون دي الشارج انديركت وقلنا على أنه لازم من خطأوش في طابلو دوغي بارتسيون دي الشارج انديركت لأنه لكون طابلية تياناليتي كلها متماسكة يعني هاد هاد النتائج اللي غادي نخرجوها من الطابلو دوغي بارتسيون دي الشارج انديركت هما باش غادي نبقى وخدامين على طول الاكزيغسيس دينا وإلا كان عدنا خطأ واحد غيبقى دائما كي التعاود في الطابلو اللي غايجيو من بعد إذا بالنسبة الادمينيسترسيون غادي نديرو 7200 ناقص 9000 زائد 1800 واللي غادي تعطينا صفر بالنسبة اللون تخطيها 16100 زائد 900 ناقص 18000 زائد 1000 اللي غادي تعطينا صفر ترانسبور 2300 زائد 1600 زائد 1800 ناقص 5000 يعطينا صفر إذا كما قلنا لذي إليمون اللي كيكونوا عدنا في السكسيون أكسيليا ضروري أنه انفلطو تضغي بارتسيون سوغندير يعطينا صفر بالنسبة للسكسيون بالنسبة للسكسيون أول إليمون هو لابخوفيزيون ما إذا غادي نديرو 15600 زائد 1800 زائد 3600 اللي غادي تعطينا 21000 بالنسبة للإيمون لذي BI 14600 زائد 1800 زائد 6000 ترانسبة للإيمون c 2200 زائد 1800 و 3600 زائد 200 ترانسبة ولاتي дваquelها زائت 3600 واللي كتساوي 18,000 ومتي إذن بالنسبة للطابلو دو ريبارتسيون دي شارج اندريكت حسبنا لتوتو دو ريبارتسيون سوقوندير وكاللاحظو على أنه هذا الطابلو هو هذا فقط كما قلت لكم درتاجوش دي اللي طابلو باش نشوفو لكل دو ريبارتسيون كيفاش كنخدمو بيوم. أبري غاد يكملو الطابلو ديانو. عاطينا بنسبة الله ناتور دو الونيتي دوفر بنسبة الله 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 así الزبط لنا بقصد لنسبة للنسبة 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 للكئ ının تنظر الساوء الوضع rulers قربون الحلل المتأس همون أليس عن الجانبات الفئة بما نت luxهان خمسا 터 الف Four 이고 إن الشيخ chopر ومع تكفل فان الظالث ق living لذلك م good ونقص الاعتماد tenmon أيضًا الكنسوماتيون حيث الماتيخ برامير اللي تستعملات إذن بالنسبة للكنسوماتيون كاللقاوجوج كاللقاو الماتيخ برامير و الماتيخ برامير ال هنا نردو البال و ما نوقعوش في واحد البياج إذا قرينا هنا على أنه الناتور دولين التدوف على الكيلوغران الماتيخ برامير ولكن ثلاثين ألف زائد ثمانتاشتر ألف يعني غاد نديرو ثمانية و ربعين ألف كيلو؟ لا هادي خطأ علاش؟ لأنه غاد نشوف الكيلوغرام دو ماتيخ برامير إتوليزي فين فلاتوليئة وهنايا فاش غاد نحتاج الشيما و غاد نشوف أشنا هي لاماتيخ اللي كات تقنصم فلاتوليئة ولرجعنا الشيما رجعو الشيما غاد يتلقاو أنه لاماتيخ اللي كات تقنصم فلاتوليئة هي لاماتيخ برامير كبو حديثها إدان هنايا فلو النمبر ديونيئة 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 غاد نديرو ثلاثين ألف درهم إدان دائما نردو البال بحال هات الأمور هادو لأنه قلنا ضاروري ما نقعوش ولو فأب بساط الأخطاء فهات الطابلو دو ريبارتيسيون دي شارج أنت أكترا هو سهل ولكن كي بغي التركيز ندوزو الدستريبيسيون بالنسبة للدستريبيسيون لاناتير ديونيئة دو غي ميت درهم دو شيفخ دافر إدان لانفرماشيون ديالنا اللي غن خدمو بيها هي لفنت لفنت غاد نديرو البردوية إغ عندنا 40 ألف كيلو يتباع بمية درهم السوبردوية إغ ستالاف درهم يتباع بخمسة درهم إدان دائما خصنا من اللي يعطيون مية درهم دو شيفخ دافر مية درهم دو شيفخ دافر فشكي يعطيوه لنا دائما دا كل مونتون اللي خرج لنا اللي غاد نحسبو كنقسموه على مية جاب الله في الإكسرسيس واحد أخر أعطوك عشترة درهم دو شيفخ دافر كتقسم على عشترة أعطوك ألف درهم دو شيفخ دافر كتقسم على ألف يعني هذه عرقل عليها مزيان إدان طريقة اللي غاد نديرو غنديرو 40 ألف مضربة في ثمانية زائد 6000 مضربة في خمسة نقسموه على مية هاد مية هاد يمنين جبناء هي هاد لأنه هنا قالوا لك شيفخ دافر بالنسبة لكل مية درهم هاد شي لاش نقسموه على مية وكما قلت لكم اللي عطونا ألف نقسموه على ألف أعطوني عشترة نقسموه على عشرة أعطوني واحد را ما كنديروه يعني رب حلا قسمت على واحد فلا ما قسمتش يعني 40 ألف مضربة في ثمانية زائد 6000 مضربة في خمسة مقسموه على مية كتساوي 3500 إذن لنبغ ديونيتي دوفر بالنسبة للدستريبيسيون هتكون عندي 3500 أبري غادي نحسب لكو ديونيتي دوفر بالنسبة لبروفيزيونمون كيف اجغان ديرو؟ غادي نديرو 21000 اللي هي لتطوري بارتسيون سوغندر بالنسبة لبروفيزيونمون مقسموه على 35000 واللي غادي اعطيني 0.60 درهم بالنسبة للاتولي ا غادي نديرو 12000 مقسموه على 30000 واللي غادي اعطيني 0.40 اتولي بي تسعودو سبعين 1500 مقسموه على 2600 واللي كتساوي 7.50 بالنسبة للدستريبيسيون 1812 مقسموه على 3500 واللي كتساوي 5.20 إذن بهكا غادي نكونو كملنا طابلو دوغي بارتسيون دي شارج انديركت اللي معطينا وكنا عاود نكرر أنه دائما نتابع والله يخليكم لهات الطابلو دوغي بارتسيون دي شارج انديركت ما ديروش فيه تشي خطأ لأنه يلدر فيه الخطأ رغي بقى مستمر مع مع الأمور اللي جاية من بعد نكملو السؤال الثالث قالوا لينا كالكولي لوكو داشا دو الماتير كال يعني الماتير برميار ييطاب لغسان كونت دانفنتير برمانو ومن بعد نديرو الماتير برمانو يعني هات السؤال هدا فيه جوج دي الاقسام أولا غادي نحسبولوكو داشا دي اللاماتير برميار باش نحسبولوكو داشا دي اللاماتير برميار فدائما كنستعملو هات الطابلو هدا يعني الطابلو اللي طابلو بالنسبة لها كونتابيليتياناليتيك فهو مبساط دائما كتتعود لكونتير كونتير كونتير لمنطم اذا بالنسبة لزي الماتير دائما باش تكون باش يكون لغساس ديالي منطم فدائما أولا كندير لي الشارج ديريكت وندير لي الشارج انديركت ونشوف فلزيلمان اللي عندي في الشارج ديريكت نكتبوه وليزيلمان اللي عندي في الشارج انديركت نكتبوه هنا يعندي إليمان إليمان مهم بالنسبة للبري داشا غنشيو لزيينفورماشيون لأنه عاطيني فلزيالشا انه الماتير برميار كا جسرينة 15 ألف كيلو كرام بجوش فصيلة اتناش اذا بالنسبة للماتير برميار كا في الكمتاتي غدينديرو 15 ألف كيلو وفلوكو انديرو جوش فاصيلة 12 إذا المنتان غيكون 15 ألف مضربة في جوش فاصيلة تناش ولي كتساوي 31 ألف وثمينمية بالنسبة للماتير الامام شوز في الكمتاتي لدينا 20 ألف لوكو انديرو 1.95 والمنتان 20 ألف مضربة في 1.95 ولي كتساوي بالنسبة للشارج انديركت منين غدين نجيبوه هنا فاشكا نرجع للطابلو اللي حسبناه قبيلة الطابلو وغادي تشوفو بالنسبة للبروفيزيونمون انا هنا جبت الجزء الخاص ولكنتو مرجعو للتمرين للكم حاولو تبقى و تكتبوا باشي يبقى واضح بالنسبة للتمرين 15 ألف بالنسبة لكو اندير لكو انديرو 0.60 لكو انديرو 0.60 ويعطينا 9 ألف بالنسبة لاماتير لكو انديرو 20 ألف و لكو انديرو 0.60 و المنتان اعطيني اللي هو 20 ألف مضربة 0.60 و باش نتأكد انني مخطأتش ضروري انه فاش نجمع هذا المنتان هذا مع المنتان يعني نجمع 12 ألف مع 9500 هذا المنتان هذا المنتان ضروري حيث هذا المنتان هذا يعني لكو انديرو 0.60 اللي حسبنا كنعاودون نقسمهم على كنظن انه الفكرة واضحة بعد نحسب بالنسبة لكو انديرو 15 ألف درهم لانه شريط 15 ألف في الكو انديرو المنتان سيكون عندي 31800 إذا لكو انديرو مقسم على خمسة تشتر ألف ولي كعطيني جوج فاصلة 72 درهم بالنسبة لكو انديرو 20 ألف بالنسبة لكو انديرو 20 ألف بالنسبة لكو انديرو 30 ألف زائدو 30 ألف ولي عطيني 51 ألف مقسم على 20 ألف ولي كتساوي جوج فاصلة 5 بعد نحضر نحضر المنزل 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 سيكون المنزل 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 لكو انديرو درهم لكو انديرو 20 ألف كي يجينا لانه ما كيت تعطاش كانفورماشيون في الإجزيرسيس أبري كنحسبو التوتل إذا بالنسبة للستوك إنيسيال دير الماتير مالا يην أعطى عام الasiaった المنزل ولي سيكون المونتون سيكون عدناه ٥٠٥٠٠٠ كانت نفسها بالنسبة للماتير L سنوضع علينا ساخن الـ ٢٠٠٠٣ ، الـ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٠٢٠٠٠ و بالنسبة للمونتون سيكون عدناه ٢٠٠٠٠٠٠٠ و بالنسبة للأدخان سأحسبناه في الموقعات القادمة الموقع الذي عمله هو الكودشة يعني الأمور اللي شترينا من قبل الأرهوما اللي كتسموا لزانتخي يعني لزانتخي في الكمنتي تغادين ديرو 15 ألف لو كو إنيتر جج فاصيلة 72 ولمونتان 40 ألف و 800 بالنسبة للماتيغ L 20 ألف في الكمنتي تغادين لو كو إنيتر جج فاصيلة 55 المونتان 51 ألف وهنايا كإشارة أنه طريقة هادي طريقة باش كتحاول تعرف واش لغزي خصيص ديالك غادي مزيان يعني ما فيه الشي خطأ ملي تكون خدام في لغزي زامن ديالك وبغي تأكد لأنه ما كناش شي طريقة صنبخصون باش كتأكد واش انت غادي في لغزي خصيص ديالك مزيان ولا لا هادي أنا أعطيكم واحد طريقة وعقلوا عليها أنه هنا يعدنا ستوك إنيسيال بشحال باش كنا كنا نشتري كل كيلو كغام كنا نشتري بجوش فاصيلة 06 من بعض الأمور يعني اللي شرينا من بعض يعني لغزي خصيص ديالك شحال باش حسبناه أو لو بجوش فاصيلة 72 إذا هاد الرقم ديال جوش فاصيلة 06 متقارب مع جوش فاصيلة 72 ما كانش واحد لديفيرونس كبير يعني لغزي خصيص ديالي غادي مزيان ولكن فاش كي خرج لي مثلا أنه ستوك إنيسيال كان عندي مثلا بجوش فاصيلة 06 وليزون تخليك انت تحسبتان ايا مثلا خرجوا لي هنا خمسين راه ما يمكنش يعني هذا كيكون انديس على أنه لغزي خصيص ديالي راه فيه شي خاطئ نما يمكنش انت تشتري واحد واحد لاماتيخ بخوميغ مثلا في هات الشهر هذا بجوش دراهم ومن بعد واحد لمدة ديال شهر تولي كتدير خمسين دراهم ما ما كيناش هاد وما كيتتقبلاش العقل يعني إلا تزاد كتتزاد بلا فيرقل وإلا نقصات كتتنقص بلا فيرقل اذن هذه طريقة باش كنبقى عارف لإكسي خصيص ديالي واش خطام فيهم زيان ولا للا نكملو بالنسبة للتطال هنا في الكونتيت تقدروا 250 ألف زائد 15 ألف واللي كتساوي 40 ألف بالنسبة لمنطان سنتدروا 51500 زائد 4800 اللي كتساوي 9200 وثلث مية إذن لوكو إنوتي سيكون هو ٩٢٣٠ مقسومة على ٤٠٠٠ اللي كتساوي جوج فاصيلة ٣٥٧٥ ودائما في الكونطة بالأناليتيك فاش تكون عندكم ١٠٠٠ طويلة يجب أن نأخذ ٣ دي الأرقام بعض الفاصيلة وكان ما جوري بالرابع لماذا؟ لأنه يكون عندي الكونطة كبار بحال هذه الحالة عندي ٤٠٠ كيلوغام مثلا حيتي ديك خمسة هدرت ٣ فاصيلة ١٧ جوج فاصيلة ٣٠٧ وضربتها في ٤٠٠٠ سيكون عندي واحد لديفيرنس وتخيل أنه أحيانا كيعطيك الكونطة هي ٩٠٠٠٠ يعني ولو كتبلك ديك صفر فاصيلة صفر صفر مثلا ٣ أو ٥٠٠ ركتدير واحد لديفيرنس كبير فاش كنوصلو لكود غوين فاش كنوصلو لحسبو الغزولتا اناليتك اذا نردو البال لهذا الامور هادو ما يخلقوش لنا مشكل في الكزيخصي دينا نكملو نسبا الكونطة التي دينا ما تيغيل غادي نديرو ١٢٠٠٠٠ واللي غادي تساوي ٢٢٠٠٠ بالنسبة لمنطان ٢١٠٠٠ زائد ٥٠٠٠٠٠ إذا لوكو ينتير غاكونوا ٢٢٠٠٠٠ مقسوم على ٢٢٠٠٠ اللي كتساوي ٢٠٠٨ بالنسبة للسخطي فعاطينا للسخطي هنا كيكونوهما الكونسوماتيون في الكونسوماتيون بالنسبة للماتيه embargo غادي نبيعنى ٢٣٠٠٠ والكونلي كتساوي بكتها الذركي عطينا ٢٢٠٠٠ في الكونسوماتيون أعطينا الماتيغ الـ 18000 إذن الـ 18000 لأن الـ 18000 يكون لدينا هو 8.28 وبالنسبة للمنتان يكون لدينا 18000 مضربة في الـ 18.28 والتي تسوي 41000 بالنسبة للـ الـ 10000 الغيال سنرجع للماتيغ الـ 10000 التي أعطينا في الـ 10000 وهو 10000 30 يام مارس إذن بالنسبة للماتيغ الـ 10000 ويكون لدينا 1.75 والتي يكون لدينا المنتان 23000 بالنسبة للماتيغ الـ في الـ 14000 لدينا 1.28 ويكون لدينا المنتان 31920 ويقوم بإستخدام المرحلة لن تستعمل هذه المختلفة ويقوم بإعطاء المتابعة وإذا أردتم أنه في الكور كنت أخبركم على أنه الـ total يجب أن يتساوى مع هذا الـ total الذي كان لدينا للسخطة ويجب أن يكون لدينا ويجب أن يكون لدينا لكن في بعض التمارين وفي بعض الليكور لا يجب أن يخرج لنا الـ total لأنه يتساوى مع الـ total الثاني ويجب أن يتساوى ويجب أن يكون لدينا وفي الـ total وفي الـ total وفي الـ total فهذا الأمر يكون لدينا محسوبين كما نقوله فلوراق يعني تبعو الـ total في فلوراق بعد يعني أريد أن نقوم بعمل بعد سأتساوى بعمل يعني هو بعمل ويجب أن نحسبه وفي الـ total أريد أن نقوم بالعمل ويجب أن نحسبه ويجب أن نرى لأنه يوجد مختلف بين الـ total التي لدينا في المعلم وما بين ذلك الذي لدينا حسبنا لماذا؟ لماذا؟ لماذا يأتي؟ أريد أن ندعه أثناء في المغلم حسبنا لأنه في المغلم 1000 قرعة مثلا من المخشونديز او من المخشونديز او من المخشونديز ولكن عندما نحوضنا الستوك وحسبناه لدينا فقط 990 يعني خاصنا عشرة عشرة القراءة يعني عشرة الاخرين فين يمشون الحالات اللي ممكن يوقعوا انه ممكن يكونوا لكاس يعني تهرسوا وحسبناهم في السوي فيدوستوك انه مهرسوا او لا ممكن يكونوا تسرقوا او لا ممكن يكونوا مابقاوش صالحين انهم يتستعملوا يعني هاتش علاش كنديرو لا ديفيرانس دانفنتر يعني كنكملوا به الحساب او لا كننقصوا احيانا كنخصنا نزيدوا و احيانا كنخصنا ننقصوا يعني دابان فهم شنا هو لا ديفيرانس دانفنتر ومنين كيجي واقعيا وبالنسبة لكزرسيس ديالنا فمغادش نحتاجوه ولكن خاصكم تاخدوا فكرة على انه بعد التمارين ممكن تحتاجوه تستعملوا هاتلى ديفيرانس دانفنتر اذا بالنسبة للكونترتي ديالنا ماتيرك هتكون عندنا هي ثلاثين الف زائد عشرالافو اللي كتعطينه أربعين الف المنتر سيكون تسعوده ستين الف ومتين وخمسة وسترين زائد ثلاثة وسترين الف ومسة وسبعين اللي كتعطينه تنين وتسعين الف وثلتمية اذا لوكو انتر كيساوي تنين وتسعين الف وثلتمية مقسوم على الاربعين الف اللي كتساوي جيج فاصيلة تلثالاف وخمسة وسبعين وبالنسبة للكونترتي ديالنا ماتير ال غتكون عندنا ثمنتاشتر الف زائد ثلاثة شتر الف اللي كتساوي تنين وثلاثين الف بالنسبة للمنتر انتر انتر تنين持ع و rationale وهما سيكون الإنسانتAR و34 النجاح و انتران للمنتر داشا ودرنا لو كنت دانفنتر پرمانو أبخي غادي نكملو وغادي نديرو لو كالكول ديال لو كود تخيتم دو لاماتيح لكن غادي نكملو في الفيديو التاني باش ميكونش هاد الفيديو طويل بزاف إدان شكرا لكم أي سؤال أو لا أي استفسار خليوا ليه في الكومنتر وغادي نجاوبكم عليه إن شاء الله في الفيديو التاني غادي نكملو لإجزرسس ديالنا اشتركوا في القناة